الجزء الاول من لعبة ستار وورز باتل فرونت 2 ما كان كتير عاجبني وبرضو مسئلة طور القصة هاي اللي ما كان موجود باللعبي برضو يعني كان مخليني ما حب اللعبي بشكل عام لكن لعبت البيتة المفتوحة لستار وورز باتل فرونت 2 واللي كان يتضمن بعض اطوار الانلاين فقلت خليني اعطيكم رأية فييا بما انه تحسنت شوي نظرة للعبي مع البيتة هاي واعطيكم شوية معلومات عامة عن اللعبي طبعا البيتة مثل ما حكيت كلها عن اطوار الانلاين وكلها كانت اونلاين ملتيبلاير فلذلك راح اتكلم عنها بشكل عام عندك 3 اطوار اونلاين الغالاكتيك اسولت وستارفايت اسولت وسترايك هلا الغالاكتيك اسولت هادا حرب الجنود يعني انتي بتلعب بجندي معين سواء بشر او آلة وبتهاجم جنود اخرين سواء بشر او آليين وبدك يا تهاجم منطقة معينة او تدافع عن منطقة معينة هادا الطور حلو وعجبني صراحة لكنه بيتطلب شوية احتراف بالتصويت يعني انتي اذا ما كنت كتير محترف بالعاب الشوتر مثله يعني فبدك تتعب شوي بمسئلة تتعلم شوي تتعود عليه لهادا الطور خصوصا فيه شغلي انا بشكل عام ما بحبه مو بس بهذا الطور لكن بالالعاب التاني بشكل عام واللي هي مسئلة الزحمي فيه 39 لاعب غيرك بنفس الخريطة معك فبتحس فيه زحمي كتير او فيه ناس كتير غيرك بنفس الخريطة سواء اعداء او حلفاء وانا بشكل عام ما بحب الالعاب اللي فيه زحمي بالاونلاين يعني بحب الشي اللي بكون رايق يعني خمسة ضد خمسة اربعة ضد اربعة شي بسيط يعني اما تحط لي عشرين ضد عشرين او تنين ثلاثين ضد تنين ثلاثين هالشي بحسه فوضوي بزيادي بالنسبة للطور التاني اللي اسمه ستار فايت اسولد فهذا يا جماعة متعة بصرية تصميم الكواكب والمجرة اللي حواليه بخليني احيانا بدي اترك اللعبي بس مشان اتفرج على هالمناظر الرائع تصميم الكرة الارضيه جنبك هيك وانت عم تلعب يا رجل رهبي شعور رهيب وانت عم تتفرج هيك على الكرة الارضيه جنبك وانت طاير قاعد بالفضل قاعد عم تأوس وتأتل العالم الطور هذا كله حرب طيارات ما في جنود بس طيارات ضد بعضها او مركبات بالمعنى الاصح بس حبيته اكتر من الجالاكتك صراحة صعيد تحكم بيحتاج تتعود عليه لكن بمجرد ما تتعلم تحكم الطيارة وتعرف تتحكم فيها مزبوط رح يصير هذا الطور هو الطور المفضل اليك على الاطلاق صراحة انا من زمان ما لعبت العاب طيارات فيمكن لانه هاي اللعبة فيها هالطور هذا اللي كله طيارات فحسيت انه احسن شيء بالحياة اما بالنسبة لطور السترايك هذا ما لعبته ابدا حاولت العبه كتير بس كل ما ادخل بدي ادور على جيم ما يدخلني جيم كنت دايما اقعد لحالي انا باللوبي واستنى الناس ما كان حد يجي فقررت اني اتركه وما العبه اللعبة رح تشتغل بستين فريم على اجهزة الكونسول وهذا الشي حلو جدا الحركة نعمة بشكل عام وهذا اهم شي يعني باي لعبة اونلاين فيها حركة سريعة او شوتر بشكل خاص ولكن لسه في شوية مشاكل بمسئلة الاطارات وانا متأكد انه رح تنحل ان شاء الله بالنسخة النهائية لللعبة وما بعرف اذا اللعبة كانت بتدعم الفور كي سواء على البي اس فور برو او الاسكوربيو لانه الشركة ما صرحوا باي شيء لحد الان اللعبة فينك تلعبه بالمنظورين سواء منظور الشخص الاول اللي هو يتكون بس ماسك اسلاحه وشايفه او منظور الشخص التالت اللي انك تشوف الشخصية بالكامل لكن عن نفسي ما لعبت الا منظور الشخص الاول لانه هو المفضل جدا بالنسبة لي انا حكيت سابقا بالمقطع انه التحكم بيحتاج تتعلم له والتصويب بده شوية احتراف مظبوط لذلك هني حاطيلك طور اسمه الاركيد الاركيد هذا فاته انك بتتمرن فيه شوي بتدخل لحالك او معك واحد جنبك ضد اعداء اوفلاين يعني اعداء من الذكاء الاصطناعي مو اعداء حقيقيين ورح تحاول تخلص عليهم كلياتهم اذا خلصت عليهم رح يقولوا لك فيكتوري وفائز وكأنك فائز بجيم عادي وهالشي هذا او هاي الطريقة ممتازة جدا انك تدرب نفسك قبل ما تدخل على الانلاين ويصير الجلد ضد الاعداء الحقيقيين بشكل عام صراحة البيتة عطتني انطباع حلو عن اللعبي عجبني كتير طور الستار فايت هذا عجبني يعني بشكل كبير اما طور القلاكتك فاوكي عجبني بس ما حبيته كتير وبسبب مثل ما قلت لكم كترة اللاعبين وهالكلام هذا اتمنى لما تنزل النسخة الكاملة يكون فيه طور بعدد لاعبين اقل يعني 4 ضد 4 8 ضد 8 ما عندك اي مشكلة بس اهم شي يكونوا اللاعبين اليلين حتى يكون فيه رواءان شوي بالجيم ما يكون هيك خربة طوع شوائية بشكل كبير بالاضافة طبعا الى طور القصة اللي متحمس له كتير بما انه ما كان موجود باللعب الماضي او الجزء الاول اللعب رح تنزل ان شاء الله على جهاز الاكس بوكس وان بلاي ستيشن 4 والكمبيوتر بتاريخ 17 نوفمبر من هذا العام اذا اعجبك المقطع اعطينا لايك واشترك بالقناة يعطيكم الف عافية على المتابعة السلام عليكم